وضع وكيل حضر موتش ومدريات الوادي والصحراء عامر العامري حجر الأساس لمشروع انشاء وتجهيز مدرسة البسام للتعليم الأساسي بتمويل كويتي ويتكون المشروع من تسعة فصول دراسية مع ملحقاتها ومكتبين للإدارة والمعلمين وإذاعة مدرسية وبوفيه إلى ذلك اطلع الوكيل العامري على سير العمل الجاري بمشروع انشاء وتجهيز مدرسة السويري للتعليم الأساسي بنين متعرف من الجهة المنفذة للمشروع على نسبة الإنجاز البالغ 40% ويتضمن مبنى مكون من دورين يحتوي على 24 فصلا دراسي ومكاتب وقاعات وفي سياق متصل انتفقد الوكيل العامري سير الدراسة بمدرسة باعلان للتعليم الأساسي واطلع على وضعها واحتياجاتها الضرورية لإعادة تأهيلها